النهاردة كان فيه 3 مطشاط في الدوري مطش كان ساعة 4 مطش سيراميكا والجونة مطش كان حلو بالتحديد في الشوت الثاني الجونة خطف هدف عن طريق ايمن موكا في الديئة 58 حاول ان هو يحافظ على الهدف ده حتى دقائق الاخيرة من المباراة مش بس كده حتى في البلاس 90 كان لسه التعاد او كان لسه التقدم للجونة 1-0 بكتابتن علاء عبد العال لكن قدر سيراميكا كيلوباترا عن طريق البديل مروان عثمان اوتاكا بس است رائع جدا من قندوسي كانت ضربة حرة مباشرة لعبها عرضية القندوسي حطها اللاعب مروان عثمان اوتاكا هدف الديئة الرابعة من الوقت بدل الضائع من احداث المباراة وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 المباراة دي شهدت حالتين طرد بعد هدف التعادل يعني في الوقت برضو بدل الضائع في البلاس 90 كان لحمد القندوسي وايمن او ايمانويل لاكي ده برضو لعب الجنة القندوسي تعصف شوية وكرة كانت مشتركة وكان حصل يعني زي خناءة بسيطة كده او مشدة في الملعب اللي هي الحاجات بتاعت القرة دي يعني فاترد الاتنين لعيبة لكن بصراحة بصراحة يعني جميعا الولد القندوسي ده جوهرة جوهرة ما شاء الله لقوة تقولها لا لعيب قورة جمد قوي كوير انا مش عارف ازاي كولر اولا اهلي ما بعهوش بس واضح ان كولر ما كانش يعني عارف يطلع اللي عند القندوسي بالشكل الانسب بالاضافة ان كولر كان محتاج مهاجم ودي بصراحة الاهلي كان محتاج مهاجم فبالتالي قالك لا الوحيد اللي انخرجه دلوقتي ما نتأثرش كنادي اهلي ده يلسان حال كولر هو قندوسي عشان نجيب مهاجم حتى لو مهاجم نجيب مش قدي كده لو هو مودست لكن في كل الاحوال حاولت مؤكد المؤكد المؤكد قندوسي لاعب في النادي الاهلي بعد نهاية هذا الموسم لكن الاهم بعد عودته ازاي حيتم الاستفادة من هذه الامكانيات الكبيرة جدا جدا لهذا اللعب الجزائري مهارات فردية ايه ثقة عالية بشكل ممتاز في امكانياته داخل الملعب تحرقات ايجابية على المرمى قوار بينية وصنع لعب للعيبة صنع يعني هجمات بشكل مميز جدا لعب متميز كندوسي في الحقيقة هو احد نجوم اللقاء حتى لو اتطرد لكن ده او دي كانت نتيجة مباراة اليوم ما بين سيراميكا كلباترا وجونة سيراميكا مركز 15 نجا من تعصر او هو يعتبر تعصر بس مش هزيمة تانية على التوالي بعد من خسر من اسماعي 2 واحد لكن 15 نقطة في المركز التامن ونفس المركز يعتبر يعني الجونة 15 نقطة ايضا دي المبركة 9 اربعة الساعة 7 كان فيه مطشين مطش الداخلية وفارقه بعده الايجابي واحد واحد كانت داخلية متأخرة بهدف وليد فرج لعب فارقه كان في ديال اولى مقتباة ضعي عن شرط الاول تعادل الالان كامبادي هدف ديال واحد وستين داخلية كده 8 نقاط في المركز السبعتاشر فارقه 6 نقاط في المركز التامنتاشر المبركة الاخرى والاخيرة النهاردة في الدوري كانت ما بين المصري وبلدية المحلة ارجوكم بس متسألنيش ده الاسبوع الكام يعني عشان الواحد ايه متلغبط يعني تلاقي ناس لعبت مطشات قد كده والناس لسه ملعبتش ده بسبب برضو المشراكات الافريقية وكلام من ده استقداش ما تقداش تعرف فهوة طبعا لو عايزين نعرف هنعرف بس يعني تقداش تحدد هو ده الاسبوع الكام هو دي سمة اساسية عندنا في الدور يعني لو حصل عكس كده وحافظين احنا زي مثلا دوري انجيزي الوقت بيلعب مطشاته في الاسبوع 25 او 26 مثلا فهن في مصر لا تعرفش احنا في اسبوع ايه السابع الثامن الخمستاشر العشرين ما تقدرش تحدد لكن في كل احوال مبرات المصر والبلدية المصري تفوق فيها بشكل صاحق قدر ان هو يفوز بنتيجة 3-0 احرز الاهداف سامير فكري ديار 14 جون من تصويبه حلوة كمان لعمر السعداوي في ديار 34 وفخر الدين بن يوسف الهدف الثالث في ديار 87 كده المصري 20 نقطة في المركز الرابع والبلدية 13 نقطة في المركز الاثناشر فدي اهم وابرز مباريات اليوم تحديدا في الدوري المصري المنتز